السلام عليكم شلوكم شعباركم يا ربي كلكم تكونون بخير وبصحة وبسلامة وياكم ايمان بقناة اميلي فن الكروشي رجعت ياكم بفيديو جديد اليوم وفي هاي الفيديو رح نشتغل باترون هاي النبدوب الجميل شوفوا الحجم بنات حجمه كلش صغير وحلو والباترون ايضا كلش سهل نبتدي من الاقتام والرأس ايضا مربوطة مع الجسم نكملها الى نهاية الرأس كلش سهلة حتى انصح المبتديات يشتغلون هاي الدبدوب نشوف القياس مالتا قبل بادي نبتدي بالشغل بسم الله اخذها بنعاق للرأس نزولا الى الاقدام ستة وعشري ساتيب بالضبط شوفوا قياس اشكت حلو ستة وعشري ساتيب واحلمة بالموضوع انه هي بخيط القطيفة لكن متاخذ خيطة هواية تقدرون من بواقي الخيط القطيفة تشتغلون هاي الدبدوب الجميل تمام؟ حسنا مباشرة اجيب الخيط والمستنزمات المطلوبة وراها نبتدي بالشغل بالنسبة للخيط راح نحتاج الخيط القطيفة انا استخدم ماركة اليزا شوفوا هاي الخيط تجي مثل الخاولي استخدم هاي الخيط بتاخذ كمية شبيرة تقدرون من بواقي الخيطة الزائدة تشتغلوها اوكي؟ راح نحتاج لخيطة ريز لون اسود او بني اي كان على متحدد الانوف فقط واذا عدكم انوف جاهز خلوها يطلع احلى بعد زين بالنسبة للسدارة سدارتي رقم خمسة اذا تلاحظون رقم خمسة اكيد راح نحتاج المقاص وراح نحتاج لعيون سيفتي اطنعش ملم نحتاج الى اطنعش ملم واكيد راح نحتاج القطن هبينه وهاي كل الشغلات المطلوبة هيا مباشرة نبتدي بالشغل اولى بنات راح نبتدي بباترون القدم بسم الله نسوي دائرة السحرية وفي داخل الدائرة السحرية راح اشتغل صد غرس حشو هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اشتغل صد غرس حشو اسحب الخيط الى انتقف لاندي الدائرة تمام وقبل ما ننتقل الى سطرة ثاني اخلي العلامة خليت العلامة وهس اروح الى سطرة ثاني عندي صد غرس حشو صح على كل غرزة حشو راح اشتغل غرستين حشو يعني تزايد الى نهاية السطر وهي تزايد الاخير وكملت السطر وصلت الى العنابة حاليا عندت القرز 12 غرزة حشو اخلي العلامة ونتقل الى سطر الثالث سطر الثالث راح تكون سطر ثابت بدون تزايد وبدون تناقص عندي 12 غرزة حشو اشتغلها حشوات ثابتة واحد اثنين 12 كملت سطر الثالث كانت عبارة عن سطر ثابتة سطر ثابت زين هسا نخلي العنابة ونتقل الى سطر الرابع في سطر الرابع راح اشتغل واحد اثنين ثلاثة ثلاثة ثلاث حشوات فردية وصلت الى قسم الامابي في قسم الامابي راح اشتغل ثلاث تناقصات وربعة لكن الخيط بما انه خيط قطيفة التناقص راح تكون على شكلها القديم ادخل سنارتي اسحب الخيط غرزة لي بعدها ايضا اسحب الخيط اتصير ثلاثة على سنارة اكمل التناقص اقول واحد اكررها لمرة ثانية هاي تناقصي ثاني ولمرة ثالثة التناقص الثالث تمام؟ يتبقى اني ثلاث غرز راح اشتغلهم فردي واحد اثنين ثلاثة وصلت الى العلامة في هاي سطر شنو سوينا؟ سوينا ثلاث تناقصات اه افهم ثلاث حشوات ثلاث تناقصات ثلاث حشوات وحاليا عدد الغرز تسع حشوات فقط زين نخلي العنابة وندخل الى سطر الخامس في سطر الخامس راح نشتغل واحد زائد اثنين غرزتين حشو فردية وصلت الى قسم الامابي ايضا راح اشتغل ثلاث تناقصات على نفس الطريقة هاي اول تناقص زائد ثاني تناقص وثالث تناقص قسم الامابي ثلاث تناقصات يتبقى حشو واحد فقط اشتغلها فردي وصلت الى العلامة كمالة سطر الخامس كانت عبارة عن غرزتين حشو ثلاث تناقصات حشو واحد فقط وحاليا عدد الغرز ست حشوات اخلي العلامة ونتقل الى سطر السادس سطر السادس راح نشتغل حشو وتزايد تمام راح نكررها الى نهاية السطر لمدة ثلاث مرات نكررها لمرة ثانية حشو وتزايد لمرة الاخيرة نكررها حشو وتزايد كمالة سطر السادس وحاليا عدد الغرز رجعت الى تسع حشوات اخلي العلامة وندخل الى سطر السابع سطر السابع تكون سطر ثابت واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة سطر السابع كانت سطر ثابت خلاص كمالنا بالباترون القدم اذا كانت هاي اول قدم لكم تسووها وتقصون الخيط لكن القدم الثاني لا تقصون الخيط أنا مدهسة مباشرة نبتدي نربط هاي القدمين مع بعض اوكي مزيد سأطلع العلامة مننا سأرتفع واحد اثنين غرستين سلسلتين تمام اجيب القدم الاول اولا خلوها على شكلها الصحيح وراها نربط القدمين اول ما نربط القدمين على هاي الحشو اقول واحد تمام الحشو اللي ربطتها اقول واحد في نفس المكان اسوي حشو بعد يعني سويت الزايد نفس المكان اللي ربطت القدمين اشتغلت غرستين حشو احسبها اقول واحد اثنين زائت ثلاثة وهاي اربعة تمام خمسة ستة وصلت الى الزاوية في الزاوية اشتغلت الزايد ستة هاي سبعة وهاي ثمانية تمام وراها تسعة عشرة اذا عش وصلت الى السلاسل تمام على السلاسل ايضا راح اشتغل تزايد ادي سلسلتين على كل سلسلة راح اشتغل تزايد كلنا ايضا عش هاي اثنعش ثلاثة عش السلسلتين بعدها اربعة عشتغل تزايد الى قدم الثاني على قدم الثاني خمسة عش وهاي ستة عش سبعة عش ثمانة عش تسة عش وصلت الى الزاوية اشتغل تزايد 20 21 وراها 22 23 24 وصلت الى السلاسل بقسم الظهر ايضا اشتغل عليه بتزايد 25 26 وهاي سلسلة الاخيرة شوية تكون مزعجة 26 27 28 تمام بنات اشتغلت ربطت القدمين وايضا سويت تزايد التزايدات وين سويتها؟ المكان الاول شي اللي ربطتها سويت تزايد الاول تزايد الثاني على الزاوية على السلاسل تزايد على كل سلسلة تزايد في الزاوية الثانية ايضا تزايد وراها رجعت الى قسم الظهر سويت اثنين تزايد على السلاسل وحاليا عدد الغرز 28 قرزة حشو اوكي؟ زين نخلي العلامة وراها ندخل على سطر الثاني من الجسم انا حاليا في باترون الجسم عندي 28 قرزة حشو صح؟ راح اشتغل حشوات ثابتة لكن في الزاوية راح اشتغل تزايد بدون حساب شوفوا هذه الحشوات ثابتة اول ما نحصل وصلنا للزاوية شوفوا وصلت الى الزاوية في الزاوية راح اسوي تزايد هاي اول تزايد وراها اكمل حشوات ثابتة على ما اوصل للزاوية الثانية واسوي التزايد الثاني شوفوا بنات وصلت الى الزاوية الثانية اهنا انا اسوي التزايد الثاني بكل سهولة وراها حشوات ثابتة الى ان اوصل الى العلامة وهاي اخر غرزة وصلت الى العلامة في هاي سطح شنو سوينا سوينا حشوات ثابتة لكن في الزاوية سوينا التزايد شوفوا الاقدام جد حلوة ومرتبة كلش حلوة ومرتبة حاليا عدد الغرز 30 غرزة حشو راح اخلي العلامة واشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة يعني هاي السطر فقط اشتغلها حشوات ثابتة الى العلامة وارجعلكم كبلت بنات سطر ثابت هسا راح نرجع للطلاقصات خليت العلامة واشتغل واحد اثنين ثلاثة ثلاث حشوات فردية وتناقص تمام راح اكررها الى نهاية السطر ثلاث حشوات زاء التناقص كبلت بنات ثلاث حشوات زاء التناقص وحاليا ادد الغراز 24 غرزات حشو شوية اسحب الخيط على بود اجي اخلي بها قطل خاصة لقصب الاقدام شوفوا بدا هذا ضروري اخلي بها قطل خلت بها قطل كل جدد شوفوا هاي القصب جدد حلوة بسم الله نرجع للشغول حاليا ادي 24 غرزة حشو راح اشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص تمام انا اكمل هاي سطر حشوات ثابتة وارجع لكم كملت بنات سطر ثابت هس اخلي العلامة وراها نشتغل واحد زائد اثنين غرزتين حشو فردية زائد تناقص ايضا راح اكررها الى نهاية سطر حشوتين زائد تناقص كملت بنات غرزتين حشو زائد تناقص وحاليا ادد الغرز 18 غرزة حشو راح نشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص كلها حشوات ثابتة دور واحد فقط كملت بنات سطر ثابت شوية اسحب الخيط ضروري بهاي المرحلة اخلي بها قطن خليت بها قطن كل جزء هسا نرجع للشغل بسم الله نخلي العلابة وبما انه خلينا بها قطن راح نخلي اصبعنا على القطن حتى بتجي ويا الشغل راح اشتغل حشو واحد وراها التناقص تمام ايضا راح اكررها الى نهاية سطر حشو زائد تناقص كملت بنات حشو زائد تناقص وحاليا عدد الغرز 12 غرزة حشو اخلي العلابة واشتغل سطر واحد من الحشوات ثابتة الى نهاية السطر كلها حشوات ثابتة كملت بنات سطر ثابت هسا كملنا بالباترون الجسم في نفس الوقت تمام؟ مباشرة راح نبتدي بباترون الرئس اخلي العلابة انا بد نبتدي بباترون الرئس على كل غرزة حشو راح نشتغل غرستين حشو يعني تزايد الى نهاية السطر انا ادي 12 غرزة حشو على كل غرزة راح نشتغل غرستين حشو يعني في نهاية السطر راح نحصل على 24 غرزة حشو اوكي؟ تأكدوا بنا الحساب انا اكمل لك كل هاته الزايدات وارجعلكم كملت بنات كل هاته الزايدات وصلت الى العلابة وحاليا عدد الغرز 24 غرزة حشو شوفوا مباشرة بدنا بباترون الرئس زي نخلي العلابة وفي هاي السطر راح نشتغل حشو واحد فقط زاء التزايد تمام؟ راح اكررها الى نهاية السطر حشو زاء التزايد كملت بنات حشو زاء التزايد وحاليا عدد الغرز 36 غرزة حشو سطر اللي قبلها كان عندنا 24 صح؟ اشتغلنا حشو زاء التزايد حاليا عندي 36 غرزة حشو خلاص راح نتوقف في التزايد نخلي العلابة ونشتغل خمس سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص وحتى اثناء ما تشتغلون السطور الثابتة الادد كلش مهم لازم تحسبون الغرز على الموت لا تفقدون لا غرزة ولا تزيدون غرزة انا راح اشتغل خمس سطور وارجعلكم باذن الله حتى نبتدي باقي الشغل كملت بنات خمس سطور من الحشوات الثابتة شوفوا بهاي الاثناء تقدرون نتخلون العيون بهاي السطر السطر الماقب للاخيرة خلي نقول تقدرون نتبتون العيون لكن انا افضل بعدين راح نخليها بالسليكون راح نثبت العيون تكون مرتبة وجميلة والمكان مالتها تكون مضبوطة بسم الله هسا نرجع للشغل بعد ما كملنا خمس سطور راح نرجع للتناقصات نخلي العلامة ونشتغل واحد زائد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربع حشوات فردية زائد تناقص تمام؟ راح نكررها إلى نهاية السطر بأربع حشوات زائد تناقص كبلت بنات أربع غرز حشو زائد تناقص وحاليا أدت الغرز صارت ثلاثين غرزة حشو نخلي العلامة وراها نشتغل واحد اثنين ثلاثة ثلاثة حشوات فردية زائد تناقص تمام؟ أكيد راح نكررها إلى نهاية السطر بثلاث حشوات زائد تناقص كبلت بنات ثلاث غرز حشو زائد تناقص وحاليا أدت الغرز 24 غرزة حشو بهاي المرحلة أيضا نخلي بها قطر وحتى قسم الرقبة شوفوا هاي القسم حتى ما تكون مائلة أصبعنا رح ننزل بها شوفوا على هاي القسم نترس قطر لحتى ما نترس كل الفراغات المطلوبة خلل بها قطر كل جديد نرجع للشغل بسم الله نخلي العلامة وراها نشتغل واحد زائد اثنين غرستين حشو فردية والتناقص تمام وراح أكررها إلى نهاية السطر بحشوتين زائد تناقص كبلة بنات غرستين حشو زائد تناقص وحاليا عدد الغرست أثبت تنعش غرست حشو أخلي العلامة وأشتغل حشو واحد فقط هاي خيرت البداية أيضا راح تفيش شغل حشو واحد فقط وراها التناقص أيضا راح نكررها إلى نهاية السطر حشو زائد تناقص كملت بنات حشو زائد تناقص وحاليا عدد الغرست 12 غرست حشو قبل ما نغلق هاي الفتحة ضروري نرجع نخلي بها قطن للأماكن الفارغة هلقت كافي نرجع للشغول مثل ما قلت لكم عندي 12 غرست حشو راح نشتغل 6 تناقصات وربعض بحيث نغلق هاي الفتحة الرئيس كلها تناقصات شوفوا هاي أول تناقص زائد خيط العلامة صارت زائد جري ثاني تناقص ثالث تناقص رابع تناقص وهاي الخامس وآخر شي السادسة اشتغلنا 6 تناقصات أقص الخيط على مسافة وكلش طويلة نوعا ما حتى نخيط هاي الفتحة الرئيس فقط راح أجيب الأبرة التنظيف خلت الخيط على الأبرة وهس راح أجي أغلق هاي الفتحة بالكامل شوفوا بره ناخذ الخيط من بره وبره ناخذ الخيط من جوة حتى نغلقها تماما شوفوا بنا بطحة الرئيس قفلناها وراها أثبت هاي الخيط مرة ثلاثة علماء أتأكد الخيط صار ثابت وراها أقطعها وكبلت من باتروجيس بالدبدوب بالكامل من الأقدام الجسم الرئيس كلها كملناها جدا سهلة وحلوة بالشغل يعني كلش سريعة بالشغل أيضا وحنخليها على صفحة حسنا راح أجيب نفس الخيط وعلى نفس السدارة نشتغل باترون اليد باترونها جدا سهل بسم الله نسوي دائرة سحرية وفي داخل الدائرة السحرية ستغرس حشو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ست حشوات في داخل الدائرة أسحب الخيط إلى أن تنقف الأدي الدائرة تماما أخلي العلامة ونتقل إلى سطر الثاني في سطر الثاني راح نشتغل حشو فردي تمام ورزلي بعدها تكون تزايد حشوتين في نفس المكان إلى نهاية السطر راح نكررها لبدة ثلاث برات نرجع نكررها لبرة ثانية حشو فردي وتزايد وتزايد نكررها لبرة ثالثة والأخيرة حشو فردي وآخر قرزة تكون التزايد وهي التزايد حالياً أدد الغرز عندي تسع قرز حشو أخلي العلامة وأشتغل سطرين من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص أنا أكمل سطرين حشوات ثابتة وارجع لكم كملت بنات سطرين من الحشوات الثابتة هسأ أخلي العلامة وراها أشتغل حشو فردي زايد تناقص تمام؟ نكررها ثلاث برات إلى أن نصل للعلامة حشو فردي زايد تناقص للمرة الأخيرة حشو فردي والتناقص تمام بنات؟ حالياً عدد الغرز رجعت إلى ست حشوات أخلي العلامة وراها أشتغل ثلاث سطر من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص أكمل ثلاث سطر وارجع لكم كملت بنات ثلاث سطر من الحشوات الثابتة واليد ما بها قطط بنات ما بها فايبر إذا حبيتوا هاي القسم خلوا بها قطط لكن أنا أحسن ما يحتاج أوكي هسأ رح نجي نغلق فتحة اليد هاي بأول غرزة زائد الثانية غرزة في نهاية هيتش رح نكون غرزة أيضاً وهاي ثالثة بثلاث قرص قفلنا فتحة اليد أقص الخط على مسافة وخلاص كملنا بالباترون اليد أكيد بالباترون اليد تساوي نثير على نفس الطريقة تمام هسأ رح نشتغل باترون الأذن بسم الله نسوي دائرة السحرية وفي داخل الدائرة السحرية ست غرز حشو واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة ست حشوات وراها نغلق الدائرة ونخلي العلابة ونتقل إلى سطرة ثانية في سطرة ثانية رح نشتغل حشو ورزة لبعدها تزايد إلى العلابة نكررها لبدة ثلاث مرات لبرة ثانية حشو وتزايد تكررها لبرة الأخيرة حشو وتزايد جدير بوزعجة هاي الخيط يرهايبو خيط خطيفة خيط الخاولي خلي القول تبابنات كبلناها حشو زايد وحاليا عدد القرز تسع قرز حشو أخلي العلابة وأشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة هاي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهاي آخر غرزة التاسعة تمام؟ نقلب القطعة حتى تكون على وجهها الصحيح خلاص مكان العلابة نسوي بوزة لقة وبدون ما نرتفع السلسلة أيضا ننقص الخيط على مسافة شوية طويلة في سبيل أن ننخيطها على الرأس كملنا بالباترون الأذن هبينه أكيد بالباترون الأذن نسوي نتين على نفس الطريقة هسا شنو باقي راح نشتغل بوزة الفم على بود نشتغل بوزة الفم نسوي دائرة السحرية تمام؟ وفي داخلها ست غرز حشو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ست حشوات في داخل دائرة السحرية أسحب الخيط وراها نخلي العلامة ونتقل إلى سطر الثاني في سطر الثاني على كل غرزة حشو راح نشتغل غرستين حشو يعني تزايد إلى نهاية السطر وهالآخر تزايد وصلت إلى العلامة وحاليا عدد الغرز 12 غرزة حشو أخلي العلامة ونتقل إلى سطر الثالث في سطر الثالث راح نشتغل حشو وراها تزايد تمام؟ راح أكررها إلى نهاية السطر بحشو زاء التزايد كبلت بنات حشو زاء التزايد وحاليا عدد الغرز اضبط 12 غرزة حشو خلاص نسوي بزرقة ونقص الخيط على مسافة شوية طويلة على بود نضخيطها على الرئيس وكملنا بالجميع القطع تمام؟ وهاي القسم تكون وجه الدوب الأمامي أوكي؟ هاي العدلة تكون الظهر أوكي بنات؟ شوفوا هاي مكان التناقصات تكون الأمامية وراح نخيط اليد هنا كملت بالخياطة اليد هسه راح أخيط الأذى على بود نخيط الأذى وشوفوا بنات هاي نهاية الخيط قعدت لهاي القطعة حتى تجي ألاش الزاوية في الزاوية أسحب الخيط شوفوا تكون القطعة مرتبة وجميلة راح أخيطها بنظركم بنات شوفوا هاي نهاية السطر لا السطر اللي بعدها لا السطر الثالث من النهاية نثبتها لكن أولا نثبتها بالدبوس وراها الثانية أيضا تجيل بقابلها شوفوهي شو بنظركم عدلوا القطعة الأذن وبندبوزات نثبتها وراها نخيطها قبلت من خياطة الأذن واليدها بينها شوفوهي شكاة حلوة كلش مرتبة هسا إجا وقت نخيط بوز الفم وين الخيطة بالضبط شوفوهي بنات بخليها في بداية الرئيس ديب العنق ونثبتها بهاي الطريقة نجيب الدبوزات أولا نائبا قبل الخياطة ثبتوها يكون الكوب الأمر أسهل شوفوهي شرحن خيطها أخلي الخيط مالتها على الأبرة خليت الخيط على الأبرة وبعاناتي بهاي الأبرة شبيرة بالخياطة كلش بزعجة لكن بجبورة على مود الأبرة مالتي ضايعا شو السوي الحمد لله شوفو بنات رح نبتدي دخيطها نخيط هاي القسب بالكابل لكن نترك فراغ عنا بود نخلي بها فايبر الكطد أوكي لا ننسى هاي شي عني أبتدي أخيطها وأترك قسب عنا بود نخلي بها فايبر وراها أرجع أكبل الخياطة أخر هاي آخر دبوز وهس أخلي بها قطن بتحتاج قطن بخوايا كمية قليلة وأرجع أكبل الخياطة مالتها إلى النهاية كبلت بخياطة جميع الأجزاء شوفوا بنات شنو رأيكم حسنا أجا وقت لثبت العيون السيفتي زين راح أجيب المسدسة السيليكون أنا خليتها على الكهرباء كليش حامية راح أثبت العيون شوفوا بنظري مباشرة بنبوز الفم هاي المكان الفراغ مالتها شوي أكبرها أولا وراها أخلي عليها السيليكون بالداخل أضغط عليها لحد ما أكدر أخلي عليها سيليكون أوكي وأجيب العيون بكل سهولة أوكي الثانية على نفس الطريقة أحدد المكان أولا شوفوا أولا ما أضغط فقط أحدد المكان أحددت المكان وراها أضغط على السيليكون كإذا ما أحشي الدمية بالداخل السيليكون شوفوا وراها أجيب العيون وأخليها بكل سهولة شوفوا هسا جاء وقت نجيب الخيط التطريس وهسا راح نكون حركة الأنف بخيط التطريس لون بني أو لون أسود مو مهم لكن أنا هل مرة جبت خيط القطن الاعتيادي نشوفوا نتيجة مالاتي شلون يطلع إذا حلوة راح أقول لكم سووها بخيط القطن وإذا ما كانت حلوة راح أقول لكم نستويها بخيط التطريس كتجربة أولا نحدد المكان نستوي مثل رقب سبعة أو حرف V وراها بعد ما تكون الحرف V شوفوا للتطريس هاي الحرف كلها نجي عليها بنفس المكان ونطلع منها لحد ما نكون كلها خطوط وإذا قدكم أونف جاهز يطلع أحلى وأرتبها بنا بعد ما كملت كل هاي الخطوط شوفوا بالفوق مو مرتبة راح أجي ايش بالفوق أجيها واطلع من نفس المكان حتى تطلع مرتبة وجميلة شوفوا برة ثقيلة ثلاثة راح ديكرر هاي الحركة حتى تطلع مرتبة بداخل خات جديد لإرخاتي خلاص غالبود أجي أشتغل خط الفب بكيد ما أسحب الخط كلها غالبود أشتغل هاي الخط أرجع لي نفس المكان شوفوا أرتبها هنا دهبينة حتى سأطلع مثل بعضها وأطلع بنفس المكان البداية أربط هاي الخيطين دائماً الربط كلش مهم حتى نهاية ديكر الخيط بيد فتح وراها أرتفع فوق على بود الحاجب الحاجب هيش يسوي لحاجبها صغير ودرتفع هنا ده إذا حبيتوا تستغرون عن الحاجب هاي بيصير كيفكم شوفوا لكن أنا برأيي يطلع أحلى كلش حلوة ومرتبة هسأخبي هاي الخيط كملت بنات بالشكل الدبدوب بالكامل أتبدأ أجبكم بالشرح والخطوات وكلش تكون واضحة وبفوق الجميع إذا أجبكم بالباترون والشرح نتقصروا ويايا بلايك وكومت وشاركوا كل فيديو لكل محبين الكروشي وفدلي ومقروبي أحبكم كلش هوية وبي باي مع السلامة شكرا ومقربي